ايه بقى حكاية حسام حسن حسام حسن بيتس المسلماني مش عايزه مش عايزه يبقى موجود مع الفريق المسلم الجوى ولا حتى موجود دلوقتي مش بيستخدمه مش محتاجه ومش شايفه أضاف للفريق هوا ماخدش فرصة عشان نشوف هيدي ولا لأ بس مسلماني هو شايف كده لاجنة التقطيط لأ قالت لأ احنا اللعبة اللي بتخش النادي وبتدفع فيها فلوس لأ لو احنا عارفين ان هي موهبة وعارفين انه امكانياتهم وعارفين شغلهم الفني فمش من المفترض ان المدرب يعدهم او يمشيهم دون ان يختبرهم في الملعب يعني مثلا لو موسيماني كان بيلعب حسام حسن وقدام لاجنة التقطيط ان حسام حسن ما بيقديش كويس لاجنة التقطيط هتمش غراه بيتسو موسيماني لكن احنا عارفين انا بكلم بصوت لاجنة التقطيط وبصوت الجميل وبصوت المتابعين ان حسام حسن كان مهاجم كبير مع اسموح وعمل موباريات كبيرة وكان واحد من هدفين الدوري وبيتسو موسيماني حتى يزل اللحظة مدلوش فرصة كاملة ده بالنسبة لحسام حسن طيب ايه اللي خلل لاجنة التقطيط تفكر في كده ان حسام حسن يفضل في كل الاحوال انه قاليو باجي المهاجم برضو اللي بيتسو موسيماني مدلوش فرصة كاملة اللي بيتسو موسيماني ما كانش من الاخر كده بيحبه من الاخر يعني ماشيه واللعب تقلق جدا في فرنسا في وقت كان الاهلي في امس الحاجة لمهاجم يسند قدام في فرص كثيرة ضائعة خلاص السكة اهتزت في الحتة دي اللي هو لأ واضح ان بيتسو ما بيختارش كويس واضح ان بيتسو بيمشي لعيبة كويسة فمش هنمشي وراء بيتسو في كل حاجة نفكر احنا الاول نشوف النادي عايزي على الفكرة ده بيحصل في العالم كله يعني بيجي مدربين كبار يقول له والله انا مش عايز مثلا كريسيان ونوضف مطارس المدرب يقول كده بس يدارت النادي تقول لك لا كريسيان ونوضف ده قيمة وقامة ولعب كبير تيجي يدارت مينا يقول لك هو براموفيتش هيعمل لي ايه مثلا في الفرقة في السن ده تيجي يدارت النادي تقول لك لا ده اللوها هو دور في غرفة خلائم لا بيسموه مثلا اقول مثلا ده مش حقائق يعني بس ده بيحصل في فرقة كثيرة فاندها كثيرة على ميان يعني ده او دي الحكاية في الاهلي بخصوص الصفقات المنتظرة اللعبين المتوقع استمرارهم واللعبين المتوقع رحلهم